لا تشكل الحكومة في بغداد بأيد عراقية كما أنها لا تحمل معالم قرار مستقل ولا ملامح عملية ديمقراطية ولم تكن يوما كذلك هي العملية السياسية في العراق الجديد بعيون معارضيها وها هي الوقائع تؤكد تباعا صوابة الكنذرة لنحو أربعة أشهر استمر الصراع على الوزارات المتبقية في حكومة عبد المهدي لا سيما الأمنية منها التي يحاول كل حزب الضفر بها فطاف الصراع أروقة الساسة في بغداد حتى وجد ظلته في بيروت عند قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وبضيافة حسن نصر الله لأكثر من خمس ساعات استمر اجتماع سليماني بمقتضى الصدر منهيا بذلك صراع مريدي طهران على وزارة الداخلية وكاشفا في الوقت نفسه عن من هو صاحب الكلمة العليا في العراق النائب السابق عزة الشابندر قال إن اجتماع الصدر وسليماني ساهم في تنفيس الاحتقان وإنهاء أزمة حقيبة الداخلية لكنه أثبت في الوقت ذاته عجز القيادات السياسية والدينية عن حل مشكلاتها بنفسها وقيادة حكم العراق حقيقة لا تحتاج لأدلة فحولك الكثير منها وأنت تراجع خريطة السياسة أولى مخرجات الاجتماع أعلنها تحالف الفتح بحديث نائب عنه ميثاق الحامد عن التوصل إلى حل للكثير من معوقات تشكيل الحكومة لا سيما الوزارات الأمنية مشيرة إلى أن وزارة الداخلية باتت شبه محسومة إلى شخصية غير معلنة كما أن هناك مساعي لإرضاء فالح الفياض باستحداث وزارة الأمن الوطني ومنحه إياها بدلا عن الداخلية في غضون ذلك أنهى التحالفان اجتماعا هو الثاني خلال أسبوع لاستكمال ما توصلت إليه اللجنة التنسيقية التي شكلت الأسبوع الماضي لبحث ملف الوزارات الشاغرة واللجان البرلمانية وباقي القضايا العالقة بحسب النائب وليد السهلاني وإذ تتكشفوا تباعا طول اليد الإيرانية في حكومة عبد المهدي لا بل في جميع حكومات ما بعد الاحتلال فهي من جهة أخرى تضعها على المحك فكيف ستوازن حكومة يمسك بقدميها خامنئي وبرأسها ترامب وما بين ترامب وخامنئي ما صنع الحداد